اللي قال ان صوابع الجلاش بتبقى محشية حاجات مسكرة شوكولاتات وحاجات زي كده بس يبقى غلطان تعالوا نغطى صوابع الجلاش في الحليب ونحشيها باللحمة المفرومة ونعمل صوابع طرية جميلة الولاد يكلوها بقى وهم قاعدين بيذكروا كده او ياخدوها معهم في التمرين حاجة كده يا وعدي انا اناس عباس اللي لسه ما تبعنيش يتابعني على قناة الوصفة وكمان يتابع القناة والبيدي والجروب والانستجرام والتيك توك باسم شيف اناس عباس ايه يا نوسا يا نوسا ده صوابع الجلاش طرية جدا وجميلة والحشوة بقى كده طعمها حلوة بالتوابل المشكلة هلمها كده بقى في الطبق وهحطها واللفاء للولاد ياخدوها معهم يكلوا منها بعد التمرين وما يشتروش حاجة غالية من برا تبقى دي حاجة كده بنظافة وحب ماما في البيت انا جبت على طول على طول كده شوية لحمة عصقتهم انا دايما بعصج لحمة مفرومة وبركنها كده في التلاجة للازامات كده بطلع منها بسرعة وبعملها انا عامللكم فيديوهات كتيرة لتعصيج اللحمة حلوة جدا هركن بقى اللحمة كده وحط فيها شوية فلفل ومحبشها بقى فلفل حامي وجبت كمان جلاش انا بجيب الجلاش على طول من محلات المغبز الآلي او من الفطاطري بتبقى جميلة قوي وبتبقى مستباركة يعني النص كيلو بيبقى نص كيلو بالزبط وبيبقى طري وحلو قوي هجيب بقى لفة الجلاش هحط كده فوطة علشان بس تفضل طريقة وهقسمها نصين بالمقص علشان اعملها كده بطريقة جميلة الحشوة ما تقعش منه اسنتهم بقى نصين زي بعض كده وهحطهم على بعض وحطتهم على الفوطة علشان يفضل طري وهجيب كمان بقى كده كيس احطه علشان بس ما نقطش سمنة وعملت السمنة في المايكرويف سخنتها كده علشان تكون صيحة وكده الحاجة كلها عمدي جاهزة الولاد قالوا ان هم بقى هشتروا حاجات من بره وهم في النادي انا قلت لا الام المصرية الاصيلة طلعت بقى كده للنور وهعمل للولاد زي ما انتوا شايفين هحط ورقة بالطول وورقة بالعرض هعملها زي علامة الزائد كده او الكروس وهحط بقى الحشوة كده عليها وطبق الجنبين عشان اضمن ان اللحمة ما تقعش من الحروف وطبقها كويس كده ولفها زي صباعة وورق العنب وعلى الحرف كده هحط حبة من السمنة او الزيت تبع زقنا وتبع تفضلنا وبكده الصباعة يبقى جميل ومقفول والحشوة بتاعتنا ما تخرجش من بره والحشوة دي بقى ينفع نعملها مسكرة ينفع نعملها بخليط الجبن زي ما احنا عاوزين خدت ورقة تاني برضو من ورقة الجلاش وحطتها كده هوت بالعرض وبالطول وعملتها زي علامة الزائد ولفيت الحروف على بعضها وبرضو هحط كده حبة من السمنة وقالفها واركن الصوابع جنب بعضها زي ما انتو شايفين الحروف مقفولة وجميلة قوي هعمل برضو كده كده واحدة معاكم ممكن نعملها ونسويها تسوية كاملة ونشيلها برضو في الفريزر ونطلعها يدوبك الولاد يحطها في المايكروويف او يدفوها في الفرن وتبقى جاهزة على طول ان احنا بنعملها بتبقى طرية يعني دي كلها كانها ساندو تشات بالزبط خلاص بقى انا دي اخر واحدة كمية اللحمة المفرومة اللي انا كنت مع الصجاها وشايلها يدوبك كفت نص كيلو الجلاش عملتلي الحبة الحلوين اللي انتو شايفينهم دول وشلت منهم حبة برضو هعملهم بالتفاح والقرفة هيبقى جميل قوي هدهم بقى الصينية بشوية السمنة اللي باقيين وهرص فيها الصوابع بتاعة الجلاش اللي انا حاشتها زي ما انتو شايفين الصوابع جميلة كأنها ساندو تشات يعني كأننا جبنا العيش اللي هو السوري او عيش الصاج وعملنا كده بيه حشوات هتبقى طرية وجميلة قوي خلاص بقى حطتهم كلهم كده في الصينية وجبت نص كوباية من الحليب وعلى كل واحدة كده من اللفائف اللي انا عملتها هحط شوية من الحليب كده زي ما انتو شايفين الاول بغحاية والاغطس الصوابع كده حبة حبة في الحليب زي ما انتو شايفين وبعد كده كمية الحليب كلها هقوم دلقيها عليهم اكون بس ضمنت كده ان كل الصوابع بتاعتي اتغطست في الحليب وهجيب شوية السمنة الباقيين كده وعلى وش كل صبوع وهقوم دهناها برضو بالحبة السمنة اللي باقية بكده بقى انا ضمنتها نفعتها الفرن كمان وعملها على اعلى درجة حرارة هحطه في الشبكة في النص مش هيكمل حاجة خالص وهيطلع على طول بعد عشر دقايق مستوي ولونه دهبي وجميل لان الحاجات تقريبا كلها مستوية انا بس عايزاه ان هو ياخد اللون الدهبي الجميل اللي انتو شايفينه ده سخنة جدا انا بس عايز اقورها لكم قد ايه لونها دهبي من فوق ومن تحت حاجة كده روعة يعني وشربت الحليب كله هسيبها كده بس خمس دقايق عشان اخلع الصوابع بمنتهى السهولة وجبت بقى طبق كده عشان اروصها فيه طبعا العين بتاكل قبل البق زي ما انتو شايفين اللون دهبي محمرة ومؤمرة زي ما بيقولوا وكمان الصوابع طرية يعني اللي هيكلها كأنه بياكل صندوقتش بالزبط يعني حاجة جميلة جدا جدا فيها ارماشة خفيفة من برا بس قلبها من جوة طري شربت الحليب كله مع حشوة اللحمة طبعا حاجة كده جميلة جدا خلاص بقى هخلع الصوابع كلها وهرصها في الطبق كده وزي ما قلتلكم الولاد عايزين ياخدوا منها بعد التمرين كده في النادي يكلوا منها بقى كده هدها لهم كأنها صندوقتشات فخلاص كده بقى انا هرص عليها هرش عليها رشة بقدونس زي ما قلتلكم العين بتاكل قبل البق وعايزة بقى ادوق مش عشان انا عايزة ااكل ولا حاجة ولا هي طعمها جميل ولا الارماشة بتاعتها من برا والطراوة دي حاجة حلوة قوي لانا عشان بس عايزة اطمنكم ان هي من جوة جميلة ووريكم الحشوة متماسكة فيها وعملة ازاي عشان احنا قفلنا الصوابع على بعضها جميلة قوي يا سلام ايه نوس اينا النوسة الطعم ده بجد بجد يا جماعة اكتر من رائعة طرية جدا من جوة والارماشة بتاعتها من برا وطعم السمنة البلدي والتوابل بقى اللي محتوطة كمان في اللحمة المفرومة زر الورد والقرفة والقرنفل والكباب الصيني حاجة كده يعني يا وعدي هجيب بقى كده طبق فوم علشان احط فيه للولاد كام واحدة من الصوابع دي يلاقوا بقى اكل نظيف معاهم في النادي بعد ما يخلصوا التمرين بصوا انا عايزة اقوليكم هي طرية قد ايه فبقطع كده الصباح عشان تشوفوا قد ايه الحشوة من جوة جميلة والورق من برا طري وجميل قوي حاجة كده روعة جبت بقى الطبق الفوم وهروس فيه للولاد الحبة اللي هم هياخدوهم معاهم بقى كده في التمرين يبقى كأن ماما معاهم بالزبط حاجة كده روعة ووفرنا وعملنا حاجات من حواضر البيت بألفة هنا وشفة ويا رب دايما وصفاتنا اتعجبكم وتنير رضاكم